ازاي يجب الفيديوهات المتصدرة في التيك توك ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده والقال مرة تشوف قناتي تعمل الاشتراك في القناة ازاي يجب الفيديوهات المتصدرة في التيك توك اخر سبع ايام يعني المتصدرة يعني فيديوهات اللي عليها مشاهدات على التيك توك في حسابي اخر سبع ايام يلا بينا كده نروح على التيك توك نفتح كده التيك توك مع بعض وبعدين نضغط على كلمة الملف الشخصي وبعدين نبدأ نختار التلات شرط دول وبعدين ببدأ اضغط على ادوات المبدعين بختارها هيجي لك الصفحة دي كده ببدأ اختار كلمة التحليلات وبضغط عليها كده طبعا جايب لك نظرة عامة بقى على صفحتك على التيك توك جايب لك نظر عامة زي احصائيات كده بيقول لك كل حاجة عن احصائيات الفيديوهات بتاعتك هنا بقى طبعا هنا بيقول لك اخر سبع ايام لو انت عايز تضغط عليها كده وتختار اخر تمانية وعشرين يوم اخر ستين يوم عادي بتبدأ تجيبها وتشوف الاحصائيات بتاعت حسابك ماشية ازاي نضغط هنا على كلمة المحتوى ولو نزلنا كده عندك مقاطع على الفيديو المتصدرة اخر سبع من الايام يعني اخر سبع ايام الفيديوهات دي هي اللي ماشي عندك اعمل انا ايه بقى اتكلم على نفس الموضوع يعني لو انا فيديوهات الفيسبوك هي اللي جايبة معايا اخر سبع ايام اجيب الفيسبوك واتكلم عليه اكتر عشان اجيب ايه اجيب محتوى الترند بتاع حسابي فالمحتوى الترند بتاع حسابي هعرفه من اين هتعرفه من هنا من الفيديو المتصدر على التيك توك هبدأ اشوفي انا كنت بتكلم على ايه وهبدأ اتكلم على نفس المحتوى اللي انا بتكلم عليه في الفيديوهات دي اللي هي ماشي اخر سبع ايام بس كان عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته